كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد التقى مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني وذلك على همش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما وخلال المقابلة وجه رئيس الوزراء الشكر لميلوني على دعوتها لمصر للمشاركة في هذا المؤتمر المهم مشيرة إلى الأهمية البالغة لملف الهجرة في مصر خاصة وأن البلاد تستضيف ما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ كما نقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا وتطلعه لزيارتها المقبلة لمصر من أجل البناء على الزخم الحالي في العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين من جانبها وجهت ميلوني الشكر لمصر على المشاركة رفيعة المستوى في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة مقدمة التهنئة لمصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو